السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب طلاب الصف الثالث السنوي. بس النهاردة معدنا مع الشعبة الادبية. والمادة الجديدة ان لازلت عليك في المجموع مادة الاحصاء. كلنا عارفين ان انت الان وخايف ومتضايق من المادة دي. بس ان شاء الله هتكون احسن مادة عندك. وتقدر مش هنقول بقت لهم درجات. تقدر تقفلها بازن الله. وخلي بالك هي كانت موجودة في الانظمة القديمة على طلاب الادبي. وكانوا بيعرفوا يقفلوها بازن الله. سمي الله عندك وعندك مادة الاحصاء خمس وحدات. هناخد النهاردة الدرس الاول من الوحدة الاولى. اول مرة تشوفني معاك شريف ناصف مدرس الرديات والاحصاء. سمي الله. عندنا الوحدة الاولى بعنوان الارتباط والانحضار. الدرس الاول الوحدة دي درسين. الدرس الاول بعنوان الارتباط. فاحنا الارتباط هقسمه لك على جزئين. جزء خاص بالنهاردة بعنوان الارتباط. بس هنتكلم عن العالم اللي تكلم على جزئية معامل ارتباط خطي. العالم ده اسمه ايه? برسون. يبقى انت هتفضل طول السنة عندك الدرس الاول جزئين. الجزء الاول معامل ارتباط برسون. برسون ده اسم العالم اللي تكلم عنه. الجزء التاني للارتباط معامل ارتباط تعال النهاردة بنشوف معامل ارتباط خطي لبرسل. القصة بدأ منين? اولا ايه الارتباط? طيب الارتباط ده في اي كتاب هيبقى علاقة بين متغيرين. ده كده التعريف السريع. علاقة بين متغيرين. تعال نشوف. ارتباط. طريقة احصائية. يمكن من خلالها تحديد ونوع العلاقة بين متغيرين. يعني يا مستر الكلام ده. تعال بص يا حابين. نتكلم على متغيرين. وليكن انا بكلمك عن طالب. الطالب ده عدد ساعات مذاكرته. يعني هتكلم عن المذاكرة دلوقتي ها? دي حاجة متغيرة. عدد ساعات مذكرتك. متغير. ساعات بتذكر تلت ساعات. ساعات بتذكر سابعة. ساعات بتذكر اتنين. يبقى ده اسمه متغير. تمام? تمام. بالنسبة للمجموع. المجموع برضو متغير. خلاص? يعني في طالب هيبقى مجموع ان شاء الله خمسة وتسعين في لمية. في طالب مجموعه سابعة وتسعين. في طالب مجموعه تسعين. يبقى المجموع هنا متغير. هل في ارتباط بين المذاكرة والمجموع هتقول لي طب verbal. طب وضح لي كل ما عدد ساعات مذاكرتك تزيد. المجموع يزيد. يبقى هنا في ارتباط. طيب. لو عدد ساعات مذاكرتك قلت المجموع بيقالي. يبقى ده الارتباط. الارتباط ده ليه اسمه عندنا? هتعرفه دلوقتي. بس احنا بنتكلم عن الارتباط دلوقتي. الارتباط علاقة بين متغيرين. انا بكلمك عن المذاكرة والمجموع كم يسلك انت كطالب. طب تعالى نتكلم على عامل. كل ما عدد ساعات شغله تزيد الاجر بتاعه يزيد يبقى فيه علاقة. من عدد ساعات الشغل والايه? والاجر. طب خبرة العامل كل ما تزيد الاجر يزيد. يبقى هنا فيه علاقة بين الخبرة والاجر. تمام? يبقى فيه علاقة. مستر هو كل العلاقات الزيادة يصحبها الزيادة والنقصان نقصان? لا. تعالى اكلمك عليك انت كطالب. عدد ساعات مش مذاكرتك بقى. لا. عددك على الموبايل بدون مذاكر. يعمل ايه في المجموع يقل? يبقى ده معناه ان هنا فيه تغير من نوع تاني او ارتباط من نوع تاني. هنا ارتباط زيادة زيادة نقصان نقصان ده بيسموه تغير او ارتباط طردي. طب زيادة نقصان ده ارتباط عكسي وده اللي عليه الدور تعرفه. يلا بينا. ايه هو الارتباط الطردي? بيقول لك الارتباط الطردي يكون تغير المتغيرين في اتجاه واحد. المتغيرين في اتجاه واحد. يعني ايه الكلام ده? ايه انهم يتبعين بعضهما في الزيادة والنقصان. يبقى الزيادة زيادة نقصان نقصان اهو. زيادة زيادة نقصان نقصان. ده اسموه تغيره ايه? طردي. يتزيدان معا او يتناقصا معا. ارتباط اجر العامل مدة خبرته. كل ما المدة بتاعت خبرته تزيد اجره بيزيد. ده اسموه ارتباط ايه? طردي. حلو. طب ايه بقى الارتباط العكسي? بص معي. الارتباط العكسي يكون فيه او فيه يكون تغير المتغيرين في اتجاهين متضدين. ده بيزيد ده بيقل. بحيس ان اي زيادة في احدهما? يتباحها نقصان او نقص في الاخر والعكس. العلاقة بين عدد ساعات التدريب على الالة الحزبة. واحد بيتدرب على الالة الحزبة كتير قوي. طب عدد الاخطاء في الكتابة عليها ها. طالما هو. تدرب كتير الاخطاء تقل. يبا دي اسموها علاقة ايه? عكسية. كل ما عدد ساعات التدريب على الالة الحزبازات. كل ما الاخطاء قلت. يبقى داس متغير او ارتباط عكسية. تمام? معامل الارتباط اختاروا الرمز ايه? راه. ده بقى اللي احنا هندرسه النهاردة. معامل الارتباط راه. جميل. بيقولي بقى هو مقياس كمي نسبي بيقيس قوة الارتباط. دهاردة هنجيب لك مسألة هنقول لك شوف لنا الارتباط قوته. بين متغيرين. ماشي? ليه خصائص ايه هي? تعال نشوفها واحدة واحدة وبالتدريب. معامل الارتباط مقياس كمي نسبي يقس قوة الارتباط? ولا هو خصائص? ايه اول خاصية? راه تكون موجبة. يعني هتطلع لي موجب وانا بحل في حالة الارتباط الطردي. ماشي. يبقى انا كده عرفت لو طلع رقم موجب ده اسمه ايه? ارتباط طردي. طيب سالبة في حالة الارتباطي ليه? العكسي. يلا بينا? يلا بينا. يبقى طردي موجب عكسي سالب. طردي موجب عكسي سالب. راه هتجي ليه في مسألة طلعت لي موجب يبقى درسمه ارتباط طردي. طلعت لي سالب ارتباط عكسي. ايه تاني? بيقول لك راه دي بقى كده ليها حدود? من اولها? سالب واحد. يعني وانت بتحل المسألة. طلع سالب اتنين غلط. سالب تلاتة غلط. انت اولك كام سالب واحد? اخرك كام واحد? يبقى دي فترة. خلاص? من سالب واحد لو طلعت لي سالب واحد بس بالزبط من غير اي ارقام اقل منها هتبقى ارتباط عكسي تام. يبقى السالب واحد ده اسمه يا جماعة عكسي تام. بس راه طلعت سالب واحد هتكتب كده عكسي تام. طيب اي رقم بين سالب واحد وصفر. طبعا انت ممكن تكون مش متخيل. هل في ارقام بين سالب واحد وصفر? اه. كل الارقام العشرية. اللي ما بين سالب واحد وصفر تعتبر ارتباط عكسي. مستر وفي ارقام ما بين سالب واحد وصفر? اه طبعا. زي مين اقولك انا? نفس القصة بين سفر وواحد. بص هنا كده. سفر واحد. بص. واحد من عشر. اتنين من عشر. تلاتة من عشر. اربعة من عشر. كل دي ارقام. الرقم بما انه موجب هتقول طردي. طب لو هو سالب هتقول ايه? عكسي. يعني هنا نفس القصة سالب واحد من عشرة سالب اتنين من عشرة سالب تلاتة من عشرة وهكزا. تمام يا مستر. لو طلع لي بقى سفر. السفر ده بيقولوا عليه ارتباط منعدم. او عدم ارتباط. طب تلعت واحد بالزبط زي ما قلنا عزي ما قلنا عالسالب واحد عكسي تام. هيبقى الواحد طردي تام. هوضح لك كل ده دلوقتي حالا. بس عايزك تعرف المعلومة دي. راه محصورة بين سالب واحد وواحد. دي اسمها ايه يا جماعة? دي اسمها كده متبينة. مكتوبة راه اكبر من او تساوي سالب واحد. اصغر من او تساوي واحد. ممكن تجري كده في الاختيارات. باية الاختيارات من سالب اتنين الاتنين. باية الاختيارات من سفر الواحد. لا هو من سالب واحد الواحد. او ممكن تختار دي راه تنتمي للفترة. بدايتك سالب واحد اخرك واحد. يبقى جميع راه ممكن تبقى كمتبينة بين سالب واحد وواحد وكفترة من سالب واحد لوحد مقفولين. لان انت هتشوف في الاختيارات واحدة مقفولة واحدة مفتوحة الاتنين مفتوحين. ركز. من سالب واحد لوحد. يبقى الشاشة اللي قدامك دي عشان نعرف معامل الارتباط مقياس. لخصائص. واحد. تكون موجب ارتباط طردي. سالب ارتباط عكس. من اللي فين? من سالب واحد لو طلع صفر ارتباط منعدل ما فيش اصلا. اي ان راه محصورة من سالب واحد وواحد. ايه تاني? بص بقى احنا قلنا في خصايص. تتحدد درجة الارتباط كما اتفق عليه? على درجة الارتباط. اللي بحب اقول الحتة دي ازاي? درجة الارتباط اللي هي قوة الارتباط. القوة. يعني يا مستر هقول لك انا. كلمتك على مسال صغير كده بيقول لو انت طالب. تتخيل كده في قوة ارتباط يعني في علاقة قوية بين المزاكرة والمجموع هتقول لي اه طبعا. قوية جدا. ماشي? احنا بعزين حتة دي. في الامتحان. لو طالع علي رقم كام اقول قوية. طب هل في ارتباط بين المجموع واكلك? لأ طبعا. بص بص. مش كل ما تاكل كتير كل ما هتجيب مجموع كبير? لا. هو في ارتباط. خلي بقى لك انت لو ما قالتش تركيزك هيقل مزاكرتك هتبقى مش كويسة فيه. بس ارتباط نقول عليه ضعيف. كل ما هتاكل كل ما هيبقى تركيزك اعلى. في ارتباط. من الاكل ومزاكرتك والمجموع بس مش ارتباط قوي. ارتباط نقول عليه متوسط على ضعيف. ده اللي احنا جاينا ندرسه النهاردة من خلال مسائل وجداوة. تمام? تمام. ايه الفترات بقى اللي هتحدد لي? بص يا عم. اول حاجة لو راه طلعت لي سفر? هنقول عليه ارتباط منعدم انعدم ارتباط. طيب? امتى يتقل ارتباط ضعيف? خلو باك بقى من حتة دي. لو راه اقل من اربعة من عشر. طبعا معدل صفر. ايه ده مسترق? والله بص. عايز تعرف المعلومة بالمنزر ده تمام? عايز تعرفها كده تمام. راه محصورة بين. صفر. بص هي مش صفر معي ها? هي اكبر من صفر. اقل من مكتوب كام? اربعة من عشر. ليه طلب عندك? الاربعة من عشرة دي هي الاربعين من مية. ركز بالله عليك اه. اربعة من عشرة هي اربعين من مية. طبعا انت لو ما في علامة عدد الاسفار ما يفرقش معك. طيب ايه الارقام اللي محصورة بين سفر واربعة من عشرة او اربعين من مية? بص بقى. قول كل الارقام اللي انت تعرفها من سفر الاربعين. بس هنحط قبلها علامة. يعني انا لو شفت رقم زي تسعتاشر بس في علامة. ده يتقل عليه ضعيف. خمسة وعشرين ضعيف. قول ارقام بقى من سفر واربعين سبعة وتلاتين. هنقول ضعيف. اي رقم من سفر الاربعين قبل علامة? هيتقال عليه ايه بقاها? ضعيف. طيب? ارتباط متوسط. لو ره ما بين الاربعة من عشرة والستة من عشرة? عايز اقول لك حاجة. دي معناه. وخلي بالك انا في علامة بتساوي. وهنا في علامة بتساوي. هنا مكتوب اربعة من عشرة وهنا مكتوب ستة امن عشر. قول لي احنا لسه هرين اربعة من عشرة هي كام اربعين من مي. ستة من عشرة هي كام ستين من مي. لو عايز تعرف الارقام اللي ساعتй هنكتب متوسط. قول الارقام اللي انت تعرفها من اربعين لستين. خمسة واربعين سبعة واربعين تمانية واربعين. بنينوه خمسين. بس في علامة. يبقى انا كل ما هشوف رقم زي ده مثلا خمسة وخمسين من مي. ده اسمه متوسط. طيب سبعة وخمسين من مية متوسط طب تلاتة واربعين من مية متوسط يبقى كل الاركام اللي ما بين اربعة من عشرة وستة من عشرة اربعين من مية وستين من مية نقول عليه ها ها قول ارتباط متوسط مستر مش حضرتك كان فيه موجب وسالب ايوه ما احنا حطين مقياس لو الرقم ده طالعلي بالموجب اقول طردي طالعلي بالسالب اقول عكس امتى بقيت اهل ارتباط قوي كده زي ما قلنا على المذاكرة والمجموع لو راه اكبر من ستة من عشرة اقل من الواحد يا جميع راه اكبر من ستة من عشرة وانا ستة من عشرة يعني ستين اقل من الواحد على فكرة الواحد ده قايم بدور مية في المية واحد صحيح ده مية في المية امتى قول قوي قول لي ارقام ما بين ستين وواحد بس هنحط علامة ها يلا قول لي رقم اكبر من ستين اقل من مية خمسة وستين بس هحط علامة ده قوي سبعة وستين او سبعة وسبعين ده قوي خمسة وتسعين ده قوي كل الارقام اللي انت تعرفها من ستين لمية? قل عليها قوي. بس بشارت يبقى في علامة خلي بالك من حتة دي. لان راه محصورة من سلب واحد وكام واحد. خدنا كم نوع لغاية دلوقتي? اربع. منعدم راه بصفر. ضعيف من سفر الاربعين. متوسط من اربعين لستين. قوي اكبر من ستين اقل من واحد. تخيل بقى. انت اشتغلت مسألة طلع لك بالزبط بالزبط اربعين. اختار ضعيف ولا المتوسط. لأ علامة بتساوي مع المتوسط. طب تلع لك ستين مع المتوسط. يبقى اربعين وستين. لما تحل في الامتحان هي مع المتوسط. مش مع الضعيف ولا القوة. طب افرد بقى راه تلعيت لي بواحد طردي تام. طب سالب واحد عكسي تام. ايه بقى اللي احنا شرحناها ده? ها درجة الارتباط اللي هي قوة الارتباط. يبقى انت خدت معي لغاية هزي اللحزة نوع الارتباط. موجب تردي سالب عكسي. دركته. يا ضعيف يا متوسط يا قوة. صعب كلمتين دول? يقل لبين. معامل الارتباط راه. قانونه ايه بقى? اللي احنا هالمفروض حلقة كلها معمولة علشانه بيقولك. ازا كان سين وصد متغيرين لهم عدد نون من القيم. فان معامل الارتباط بيرسون. ده اللي احنا جايين ندرسه النهاردة. اسم العالم اللي تتكلم عليه. بين المتغيرين هو راه ويتعين بالقانون. ما تتخضش من القانون اللي هيزهر قدامك دلوقتي. هو ده يعتبر الحلقة بتاعتك. هو ده اللي انت المفروض تفضل حافظه طول الحلقة. القانون بيقول ايه بقى? راه بتساوي. نون مج سين صد. ناقص مج سين في مج صد. على جزرين. شبه بعض بالزبط. واحد خاص بسين واحد خاص بصد. الجزر الاولين نون مج سين تربيع ناقص مج سين بكل تربيع. طب الجزر التاني نون مج صد تربيع ناقص مج صد بكل تربيع. في ادنى مشكلة? اه مسترفيه طبعا مشاكل كتير. ايه اللي مكتوب على الصبورة ده? بص سبب. اولا انت مسألتك هتبقى عبارة عن جدول. الجدول ده عبارة عن سين وصد. ايه دي سين ودي صد. هيديك مجموعة كيب. دي كان اللي بيكلم على دلوقتي. نون دي اللي هي عدد الخانات. يعني هنا مسألة زي دي نون بتلاتة. طب لو زودنا خانة كمان نون باربع. طب لو خانة كمان نون بخمسة. يبقى انت هتقول كده معي ان نون دي تعتبر عدد خانات الجدول اللي احنا هنده لك في الامتحان. طب ايه بقى اللي مكتوب ده كله? بص يا سيدي. انت هتاخد الجدول ده تعمله كده. ادي سين ادي صد. بص هتدرب سين في صد. سين في صد. هتربع سين تبقى سين تربيع. هتربع صد تبقى صد تربيع. يبقى انت اساسي عندك الجدول ده. اول ما اشوف برسن اعطني جدول اجري اعمل جدول خمس خانات. سين صد. سين صد. سين تربيع صد تربيع. مش شرط الترتيب ممكن سين صد وراها سين تربيع وراها صد تربيع براحتك عادي. المهم ان الاركام اللي انت هتكتبها هنا هتجمعها. الخانة دي هيبقى اسمها بالعربي مجموع ها. سين. طب احنا هنختصرها. ناخد اول حرفين من كلمة مجموع هتبقى مج سين. يبقى مج سين اللي انت شايفها دي. هي مجموع العمود الاول. طب اللي جنبها مج صد. حلو جدا. في مسائل هنكتبها لك. خلاص متعلقة برمز سيجمل اللي انت درسته في تانية سنوي. مجموع اختصارها سيجمل. لو انت لقيت المنزر ده كده معناه مجموع سين. طب لو هنا موجود تربيع يبقى مج مج مجموع سين تربيع. حضرتك هتدرب سين في صاد. ادرب سين في صاد. ادرب سين في صاد. هيطلع لك ارقام. مجموعهم. هو ده مج سين صاد. اللي احنا بنكتبه هنا على طول جنب النون. يبقى نون. عدد الخانات. مج سين صاد. اللي بتظهر لك في خانة من الخانات. الجزر الاول. نون. مج سين تربيع. مج سين تربيعين. نايس مج سين بكل تربيع اللي انت لسه جايبه. في الخانة الاولى. بفرض رقعة عشرة. يبقى انت هتاخد العشرة تربعها يا دي مج سين بكل تربيع. ما تخلطش الامر. بين مج سين. مجموع العمود الاول. مج سين لكل تربيع. خد الرقم ده ربعه لو بيكتب هنا. لكن مج سين تربيع احدى ما جميع. ها. الخانات الخمسة. كل ده. حليتنا النهاردة معمولة علشان ندربك عليه ويبقى بالنسبة لك الدنيا سهلة. القانون ده مهم. عاجزك تطلع من الحلقة حافظ القانون. وراء الم اسجل القانون ده عندك علشان كل المسألة هنحلها معتمدة على القانون ده. تمام? ملحوظة دي مهمة قوي? لو جات مسألة في الامتحان السنة دي على الملحوظة دي تبقى مسألة حلوة. طبعا المنهج جديد. ماناك مش جديد. وفصل واحد او واحدة واحدة باب واحد اللي جديد يعتبر عنك. كل المنهج ده قديم. الفكرة دي لو جات يبقى فيها فكرة كويسة. اعتقفل للمسألة سين شرط او صاد شرط. مين دول? دول المتوسطان لقيم سين وصاد على الترتيب. ماشي. قنون عدد القيم. في الحالة دي? وانت بتحل? مش هيبقى اعطيك مج سين. هتلاقي مج سين مجهولة. مش هيبقى اعطيك مج صاد. مج صاد مجهولة. لو انت ما سمعتش مني الملحوظة دي وركزت عليها ودي مسألة انتها مش عارف تحلها. طب اعمل يا مستر لازم تركز عالقانون ده بقى. سين شرطة اللي هو المتوسط مجموع السينات على نون. صاد شرطة مجموع الصادات على نون. يا اللي مش فاهم. بدأنا مسألة وقلنا ايه. سين شرطة وصاد شرطة هم المتوسطان. خلي بالك بقى سين شرطة مسلا بكام? بعشر. قال لك نون تساوي تمانية. ماشي. طب خد المتوسط بتاع صاد. صاد شرطة بتساوي عشري مسألة. نون هي هي ما تتغيرش في المسألة. في الحالة دي انا هروح اقول له ايه? بما ان سين شرطة بعشرة وطبعا العشرة مقامها واحد. مج السين انا هلاقي مج سين مجهولة على طول. طب النون عندي انا كام? تمانية. اعمل طرفين في وسطين. يا بقى انت عرفت في الحالة دي? ان مج السين عشرة في تمانية تمانية. طب يلا صاد شرطة? صاد شرطة بكام? عشرين. العشرين دي مقامها ايه? واحد. طب مج سات ما انا قلت لك هتلاقيها مجهولة. طب والنون? قلنا النون ما تتغيرش في المسألة تمانية. في الحالة دي يبقى مج سات بتساوي كام? يلا? عشرين في تمانية بمية وستين. مهمة قوي دي? وهتلاقيها كتير في امتحانات بإذن الله. يلا بينا نشوف امسلا. اول سؤال بيقول ايه? ازا كان المتغيران اللي يطلب عندك. وقف الحلقة دلوقتي? حاول تفكر الاول. اغلق مش مهم. بس استفاد من الحل صح لو غلط. طب لو حلت صح يبقى كده الامور مش هي طبيعية وتمام التمام. بيقول لي ايه? ازا كان المتغيران يتزايدان معا. اه. يعني هو عايز يقول زيادة زيادة. او يتناقصان معا. نقصان نقصان شفتها فين شفتها فين? فان معامل الارتباط بينهما يكون. فاكر? اول الحلقة عادنا نقول الارتباط الطردي للارتباط العكسي. مستر سهلة. زيادة زيادة نقصان نقصان ارتباط طردي. دور على كلمة ارتباط طردي واختارها يلا. موجودة عندنا في الاختيار الاول اختيار الف. يلا نشوف. معامل الارتباط من قياس رقمي ينتمي الى. استنى. مش هبص على الاختيارات. راه. انا فاكرها. اكبر من سالب واحد. اصغر من واحد. لو الاختيارات متبينات انا هدور على دي. طب لو هي فترة يبقى راه تنتمي للفترة المقفولة. مش هخلي الراجل يلعب باين. مش واحدة مقفولة واحدة مفتوحة. مش بدء من السفر او رايح للاتنين. دور معايا مين في دول في الاختيارات. والله مستر الا اربع اختيارات فترات. يبقى انا هبص على من سالب واحد مقفولة لواحد مقفولة. اعتقد موجودة عندنا في الاختيار الجيمي. بقى انت هتختار في سؤال زي ده? جيمة. كويس. تلاتة. اقوى معامل ارتباط عكسي. استنى. هو قال اقوى وعكسي. يبقى انا الطبيعي ادور على ارتباط بالسالب. كل اللي هتقابله بالموجة برفضه. ما شاء الله. كلهم بالسالب. خلص مش هنرفض حاجة. اقوى يعني الرقم الاجبر. بص بقى انا عندي طالب هنا وشاطر. هتبص تلاقيه بدأ يخش في فلسفة ايه? الرقم السالب كل ما يكبر يقل وكل ما يصغر يزيد. لأ انا مش عايز القصة دي خالص. بص. هو عايز اقوى معامل ارتباط عكسي. جماعة هو سالب اتنين من عشر. مش انا قلت لك على دي. لكنها سالب عشرين من مية اه. كمش انت بتقول دي عكسي ضعيف? اه. مشي. طب سالب خمسة من عشرة. مش انت بتقول ان خمسة من عشرة يا خمسين من مية? الخمسين بين اربعين وستين? اه. يبقى ده اسمه عكسي اه. متوسط. طيب دي سالب سبعة من عشرة. السالب قلنا عكس سبعة من عشرة? يعني كأنها سبعين من مية. السالب برضو عكسي. والسبعة احنا قلنا السبعين دي اكبر من ستين اهل من واحد. صح? يعني ده يعتبر عكسي قوي. طب وده كمان سالب ها? تمانية من عشرة يعني تمانين من مية. فاكر? ها? قلنا برضو عكسي ايه? قلنا برضو عكسي قوي. كده يا جماعة هو عايز اقوى واحد. استبعد الضعيف المتوسط وافكر في دول. سبعين تمانين. خد الكبير اللي فيهم. مالكش دعوة بالسوالب. ما هما كلهم عكسي. او عايز اقوى واحد عكسي. يبقى التمانين. التمانين دي اللي هتعتبر مين? ها? تمانية من عشرة. يبقى انت هتختار في سؤال زي ده? سالب تمانية من عشرة. وده اقوى معامل ارتباط عكسي. خلي بالك. اربعة. اقوى معامل ارتباط. استنى لي بقى. هو هنا قال اقوى معامل ارتباط طردي ابوصل الموجب بس. لا. قال الاقوى معامل ارتباط عكسي ابوصل السالب بس. لا. الاقوى معامل ارتباط. يعني اللي انت بتقول عليه ايه? طردي قوي او عكسي قوي. طب تعال. احنا اول حاجة هنعملها نستبعد به من حسابنا. ليه? واحد واثنين من عشرة دي اكبر من الفترة بتاعتنا اللي هي من سالب واحد لواحد. استبعد. طيب. يبقى انت فاضل لك سبعة من عشر. سالب تسعة من عشر. سالب تلاتة من عشر. بص. انا بص بص. ما ربطش كلامي بيه? عكسي وتاردي. يعني انت السبعة من عشرة دي اللي هي سبعين من مية فاكرني? اه. بص سبك بمي موجة بسالبة. كنت بتقول على دي قوي. سوى بقى عكسي او تاردي مش. بص بص. سبك مينها دلوقتي. طب دي سالب تسعة من عشر. التسعة من عشر يعني تسعين من مية. قوي. طب تلاتة من عشر. التلاتة من عشر يعني تلاتين من مية. يعني من سفر الاربعين. بيتقال عليها ايه دي? ضعيف. مين يخرج من السباء? التلاتة من عشر. يبقى انا هفاضل ما بين اقوى واحد من السبعين والتسعين. يا مستر ده السبعة بالموجب والتسعين بالسالب. ايوة ما انا عارف. مس هو الاقوى معامل ارتباط. انا شارطت عليك اقوى معامل ارتباط تردي? لا. طب اقوى معامل ارتباط عكسي? لا. انا قلت لك اقوى معامل ارتباط. يبقى انت في الحالة دي هتستبعد الاشارات. ما تلغبطش نفسك. استبعد الاشارات مين اكبر? سبعة ولا تسعة? طبعا التسعة هي الاكبر فانت هتختار سالب تسعة من عشرة. دي الاجابة الصحة بتاعك. يلا بين? بيقول لي اقوى هديلك بقى انت تدريب يلا. وقفوا حل. اقوى معامل ارتباط في ميالي. انا عارف ان انت استبعدت دي. واحد واحد من عشرة مجاب او سالب مستبعد. واستبعدت دي واحد واتنين من مية مستبعدة. احنا اكبر قيمة عندنا هي راح تنتامل كام? سالب واحد واحد. اخرك واحد. طب يلا بين. سالب تسعة من عشرة قلنا عليها تسعين. اتناشر من مية ماشي واضحة. وانا بتكلم دي ما بين سفر واربعين ضعيف. طب دي اكبر من ستين قوي. انت عايز مين? اقوى معامل ارتباط. ما تلغبطش نفسك. مالكش دعوة بالسوالب. خد الاقوى اللي فيهم. مين الاقوى? تسعين خلص يا بانت هتختار. تسعين اللي هي تسعة من عشرة. فكلا ما عادت اقول لك. تسعة من عشرة. هي تسعين من مية. ما تنساش. يبا احنا هنختار مين يا جماعة? هنختار بسالب تسعة من عشرة. مستر امال فين بقى قانون الكبير ده اللي عادنا نقول نون مجسين صاد نايس مجسين فمجسات وجزرين. تدور عليه? لان هي دي اهم مسألة موجودة عندنا. بص معي. سؤال امتحان. من بيانات الجدول الاتي. مستر سؤالنا اختيارات ولا مقالي. بص ممكن يجي كده ممكن يجي. شكل الامتحان رسميا لسه. فانت دلوقتي جالك مقالي. جالك اختيارات. ابدأت عني. من بيانات الجدول الاتي ده. سين صاد. اعطيني واحد تلاتة اربعة ستة سبعة تسعة. ستة اربعة اربعة تلاتة اتنين واحد. توجد معامل الارتباط لبيرسون. بين قيم سين وصاد. وحدد. بين النوع. لو مو جبتر دي. لو سالب عكسي. والدرجة. من سفر الاربعين ضعيف من اربعين لستين متوسط من ستين. لواحد قوي. يلا بينا. اول حاجة عازك تحدد هالي. نون بكامل. عد الخنات من غير سين مصادر. عد. يلا. الغي دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وانت بتحل عوض دايما عن نون بكام ستة. مستر انت حضرتك قلت في الشرح لما يجيلي الجدول ده بعمل جدول خمس خنات بالزبط كده. جدول خمس خنات. سين صاد. وراها سين تربيع مش هتفرق. وراها سين صاد عادي. تمام تمام. سجل بياناتك جوة الجدول. يلا بينا. خنات السين. واحد تلاتة اربعة ستة سبعة تسعة. سجل خنات الصاد ها? ستة اربعة اربعة تلاتة اتنين واحد. ابدأ اتعامل مع المسألة. ازاي? امسك قلتك. سين صاد يعني سين مضروبة في صاد. يلا. واحد في ستة. ستة. تلاتة في اربعة اتناشر. اربعة في ستتاشر. ستة في تلاتة تمنتاشر. سبعة في اتنين اربعتاشر. تسعة في واحد تسعة. بص عايزك تعملها بالآلة حتى لو كانت سهل. في الاول بس. بعد كده هتبديني معاك زي الفل ومية مية. بس اش عايزك تطلع عندي الغلط. تبدأ تحس ان الموضوع غلس. لا هو الموضوع سهل. بس اتعامل بالآلة لو سمحت. يلا بينا. عايزين نروح نجيب سين تربيع. حاضر. عايزك في الامتحان. تخب الخانة دي. وتخب الخانة دي. حط قلم حط مسطرة. خلي سين بس اللي زهره قدامك. يعني ايه سين تربيع جماعة? يعني الرقم في نفسه. سين تربيع ربع الرقم. كلمة ربع الرقم يعني الرقم في نفس. يلا. واحد في واحد بواحد. تلاتة في تلاتة. اللي هي تربعة تلاتة تسعة. طب اربعة في اربعة ستاشر اللي هو تربيع الاربعة. ستة في ستة ستة وتلاتين. سبعة في سبعة تسعة واربعين. تسعة في تسعة واحد وتمانين. اتأكد برضو. يا رب ما يكونش غلط في حاجة. يلا بينا. حايزك تقدري بقى الخانة دي كمان? ويبقى عندك سات تربيع. بص على الصات بس. يلا. سات تربيع يعني سات في صات. او تربيع الرقم اللي موجود. يلا. ستة تربيع ستة وتلاتة. اربعة تربيع ستتاشر. اربعة تربيع ستتاشر. اللي اربعة في اربعة. تلاتة في تلاتة تسعة. نين في اتنين اربعة. واحد في واحد بواحد. ها? الموضوع صعب معك? اعتقد. لأ. ممكن تقول عليه طويل لكن مش صعب. والالة الحزبة هتنجز معك. وبالمناسبة انا هتديك طريقة بالالة تتأكد حلك صح ولا غلط. النهارة. في الحلقة. دلوقتي. قالتك الحزبة انت هتدخل عليها. البيانات دي. تبدأ على طول تطلع لك المجميع وتطلع لك الراه وكل حاجة تمام التمام. طب يلا بينا امسك بالالة واجمع لنا السين. وتأكد كده ان الرقم اللي تالع ده تمام. تلاتين. يلا تأكد كده من مجموع الصات عشرين. يلا تأكد من صات خمسة وسبعين. والسين تربيع مية اتنين وتسعين. والصات تربيع اتنين وتمانين. طبعا احنا بنوفر وقت وجمعناهم بالنيابة عنك. يلا بينا نكتب القانون مع بعض. فاكر القانون راح بتساوي نون مجسين صاد ناقص مجسين في مجسات. حافظه. على جزرين نون مجسين تربيع ناقص مجسين بكل تربيع. الجزر التاني نون مجسات تربيع ناقص مجسات بكل تربيع. فضل لك خطوة بالتعويضات بس. بس بحافظ القانون وصح. ويلا عشان ادربك على شغل الالة. ادي القنون اللي قناه. يبقى راح بتساوي. نون قلنا عدد الخانات. من غير سين وصاد تلعت ستة. مجسين صاد. مجسين صاد طالع معانا في المسألة خمسة وسبعين. ادي خمسة وسبعين. ناقص مجسين مجسين عندك هناك تلاتين. مجسات عشرين. على الجزر الاولين. جزر التاني. نون ستة. مجسين تربيع. دور معي بالراحة وبهدوك فين مجسين تربيع ده? والله مستر بوس. سين صاد سين صاد سين تربيع. ادي سين تربيع. المجموع بتاعها طالع معانا كام? هو ده كده مجسين تربيع. مية اتنين وتسعين خلاص يبقى ستة فيه مية اتنين وتسعين. ناقص. مجسين كل تربيع. تمام. هو مجسين عندنا تلعب تلاتين. بص بقى. عايز برة. تربع التلاتين وتعرف الرقم وتكتب على طول ماشي. عايز تجي هنا وتكتب تلاتين. تربيع تمام. عادي. تلاتين ايه التربيع? يلا الجزر التاني. هو هو الاولاني. بس تشيل سين وحط صاد. نون مجسات تربيع. طب قلنا نون بستة. مجسات تربيع. روح هناك وقول لي هي صاد تربيع بكام? اتنين وتمانين. نايس مجسات كل تربيع. اعتقد ان احنا قايلين ان مجسات بعشرين. ويبقى كل تربيع العلماني. دورك بقى تجيب الالة لحسبة بتاعتك وتبدأ تتعامل. يلا ندربك? يلا. طلع الالة قدامك. اول الحاجة هتعمل ايه? هتعمل زرار كسر. يا الله بين. ايه دي الالة بتاعتك. تمام? تمام. ممكن برضو تأكد ان الالة بتاعتك مزبوطة عن طريق بس شافت. تسعة. تلاتة يساوي يساوي. كده انت تعتبر هيئة الالة واستبعدت اي حاجة ممكن تغير الجبات. شافت تسعة تلاتة يساوي يساوي. سجل عندك كل المعلومات دي. ابدأ بادخل البيانات بتاعتك عن طريق زرار كسر. يلا بينا. ستة في خمسة وسبعين. ادي ستة في خمسة وسبعين. ودايما عينك على مين? عينك على الالة. وعايزك في الاول تقرأ الارقام بالراحة ومن الشمالة. ستة في سبعة خمسة من الشمالة. ناقص. تلاتين في عشرين. مستعلى شاشرة بتاعتك ممكن تكون كتب رقم غلط لأ الدنيا تمام. انزل تحت بالسهل. اعمل جزء. الجزرة هو. ستة في مية تنين وتسعين. ستة في مية تنين وتسعين نقص. تلاتين تربيع. يبقى هكتب تلاتين. وتربيع. هل انا محتاج افتح قوس للتلاتين? لا. اي حاجة محتاجها اقوس هيكد لك عليها. خلصت اه. اللي انا هاكد عليه. اللي انت بسبب ممكن المسألة تبقى غلط. هو. خلصت الجزر الاولاني اه. اطلع بالسهم ده في قلتك. لازم. عايز تعمل جزر تاني. دول يا جماعة مضروبين في بعض. مش مجموعين ولا مطروحين. مضروبين. عايز تعمل فيه اعملها. عايز تكتب الجزر التاني على طول اكتبه ما فيش فرقة عندنا. بس اتاكد ان الجزرين مضروبين في بعض. مش جزر تحت التاني ها? يلا. ستة في اتنين وتمانين. يبقى ستة في تمانية اتنين. بص اقرأ من الشمال بالراحة. ناقص. عشرين تربيع. ادي ناقص. عشرين. خلصت التربيع اتاك على زرار التربيع. خلصت اه اتاك على متل سير. طلع كم معي? بص يا سيدي. طلع راح تساوي. سالم. بص علامة. تسعة. تمانية. خمسة. وجنبها ارقام كثيرة. سؤال مقالي اي اجابة هتكتبها هتتقابل صحيحة. سؤال اختيارات دور على علامة تسعة. تمانية وتسعين. مش فرقة معي. المهم ان انت كده حلت المسألة وصحيحة وكملة ومعندكش اي مشكلة خالص. يعني برضو نتأكد ان الرقم بتاعنا مزبوط. فراه بكام سالب تمانية وتسعين. طويلة مست. طب الحمد لله مش صعبة. طويلة يبقى بالتدريب الكتير هتبقى سهلة معنا. يا هلا بينا نشوف مسألة كمان عشان التدريب الكتير اللي احنا اتكلمنا عليه يبقى مزبوط معي. بص بقى. من بيانات الجدول الاتي. جدول تاني هوا. ستة تسعة احداشر سبعة تسعة تمانية. ستة تسعة تلاتاشر تمانية احداشر عشر. عايزين. اوجد معامل الارتباط بين قيم سين وساد. محددا نوعه ودركته. هو احنا المسألة اللي فاتت جبنا النوع والدرجة? لا. طب هي كانت طالعة كام? سالب تمانية وتسعين. حد سابق ان يعملها? ها. سالب تمانية وتسعين دي يتقال عليها يا جماعة سالب تمانية وتسعين. اولا السالب نقول عليها عكسي. تمانية وتسعين من مية اكبر من ستين اقل من مية يبقى عكسي قوي. حدد النوع والدرجة وما تنساش عشان الوصول المقالة هتتحسب على الرقم النوع الدرجة. اللي هي القوة. تمام? تمام. نجي نشوف بعدين من بيانات الجدول القاتي اهات معامل ارتباط برسل. خلاص انا مسترى انا حاسسها باقت سهلة. خلاص طرامة باقت سهلة يبقى نسرع شوية ونتدرج. تقدر توقف الحلقة وتحاول تحلها. تحاول توصل الناتج الاخير كمان وتأكد ان انت فهمت والدنيا تمام. هنعمل جدول خمس خانات. سين صاد سين صاد سين تربيع صاد تربيع. يلا اكتب خانات السين. يلا الصاد. عايزة بعد كده سين صاد. يلا بينا? يلا. ستة في ستة. ستة وتلاتين. تسعة في تسعة واحد وتمانين. حداشر في تلاتاشر. مية تلاتة واربعين. وانت بتكتب الرقم من على الالة. للكراسة بتاعتك اللي بتحل فيها اتاكد. بس بس واحد اربعة تلاتة. ما تبقاش مية اربعة وتلاتين وانت بتحلها واحد اربعة تلاتة. سبعة في تمانية ستة وخمسين. تسعة في احداشر تسعة وتسعين. تمانية في عشر؟ تمانين. جبنا مجي سن صاد. او جبنا سن صاد بس. يلا نروح للسين تربيع. قلنا سن تربيع يعني سين في سين. ستة في ستة? ستة وتلاتين. تسعة في تسعة واحد وتمانين. احداشر في احداشر مية واحد وعشرين. اي رقم من دول تقدر تجبه بالآلة? سبعة في سبعة تسعة واربعين. تسعة في تسعة واحد وتمانين. تمانية في تمانية اربعة وستين. اروح بقى للصد تربيع. ربع الصد. ممكن تقول ستة تربيع تسعة تربيع تلاتشار تربيع. ممكن تقول ستة في ستة ستة وتلاتين. عادي براحتك. تسعة في تسعة. تلاتاشر في تلاتاشر مية تسعة وستين. تمانية في تمانية اربعة وستين. حداشر في احداشر مية واحد وعشرين. عشرة في عشر مية. خلصت اه فاكر كنا بنجيب ايه بعد ببنكتب كل ده? اه مستر كنا بنجيب المجميع. يلا بينا يلا مجموع سين. طلع خمسين اتأكد برضو. مجموع صاد. مجموع سين صاد. مجموع سين تربيع. مجموع صاد تربيع. يلا بينا فضلنا القانون. اعتقد بدأت تحفز جزء كبير منه. يلا اقول معايا راه بتساوي. نون مجمسين صاد. ناقص مجمسين في مجمسات على جزرين. نون مجمسين تربيع ناقص مجمسين كل تربيع. جزر التاني. نون مجمسات تربيع ناقص مجمسات كل تربيع. فضل التعويضات. ادي القانون. فضلك التعويضات فقط لا غير. راه بتساوي. مستر ما قلتناش نون بكام? انا سايبك انت اتفكر. الغي دي من حساباتك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اعتبر القاعدة نون بستة على طول? لا. في مساء نون بعشر. عشر خنات. نون بخمسة يلا. نون بستة. مجمسين صاد. دور معايا فين مجمسين صاد. ربعمية خمسة وتسعين. ناقص مجمسين. مجمسين عندي بخمسين. مجمسات. مجمسات عندنا يا جماعة سبعة وخمسين. على جزر. في جزر تاني. نون. مجمسين تربيع. مجمسين تربيع عندنا ربعمية اتنين وتلاتين. ناقص مجمسين تربيع. خمسين تربيع. نون ستة. مجمسات تربيع. مجمسات تربيع خمسمية واحد وسبعين. ناقص مجمسات الكل تربيع. سبعة وخمسين تربيع. شغل الالة. يلا بينا. يلا بينا. وقف الحلقة وحاول تعمل دي. وتقول لنا هتطلع كم معاك. يلا كسر. ستة فيه. اربعة تسعة خمسة. بصص اربعة تسعة خمسة. ناقص. خمسين في خمسة وسبعين. وبص على انت كتب. يمكن كتبت حاجة غلط. اتأكد من الضرب. اتأكد من الجامعة والطرح وهكذا. عالم. جزر اول. نون بستة فيه. مجمسين تربيع كتطلع كام? اربعة تلاتة اتنين. اربعة تلاتة اتنين. ناقص. مجمسين بكل تربيع. يبقى خمسين تربيع. اه دي خمسين. ودي زرار التربيع بتاعها. يلا اطلع بره بالسهل. اعمل جزر تاني. عايز تكتب فيه ما فيش مشكلة. ستة فيه. مجمسات تربيع كتب كم عندنا? خمسة سبعة واحد. خمسة سبعة واحد. ناقص. خمسة سبعة كل تربيع. خمسة سبعة لكل تربيع. الطبيعي جدا ان انت دلوقتي لما تتك يساوي يطلع لك مين? يطلع لك معامل الارتباط. طلع لنا كاما جماعة على شاشة الالة. كاتب لي علامة. ما فيش سالب. تسعة. اربعة. وجنب الاربعة سفر تلاتة. يعني ممكن لو قلت بالتقريب تقول كام? اربعة وتسعين من مين. مش عايزة انسى بقى زي المسألة اللي فاتت. موجب تردي اربعة وتسعين. اكبر من ستين. اقل من واحد. يبقى اقول له تردي? تردي ايه? ها قوي. لا ينور. اتأكد معي ان الرقم مزبوط. اربعة وتسعين من مين. تماما مستر اللي ينور? اللي ينور عليك انت فاهم والدنيا سهلة والامور طبيعي. يعني كده الموضوع مش صعب. ايه ده? والله حبيب يقص. ممكن يجيب المجميع على طول. يعني في الحالة دي انت مطالب بكتابة قانون تعويض. شكرا. مين اسهل دي ولا التانية? طبعا دي. التانية محتاجة جدول وخمس خنات وسين وصاد وسين تربيع. هنا انت مفيش قوي. مستر طب ما ممكن كده معرفش اجيب نون. لا هو هيدينا نون. بلاش تفكر في اي حاجة سيئة باللي عليك. الاحصامات ده جميلة. خلاص? ما تفكرش غير فيه ان المسألة سهلة. والنتج بتاعها يبقى تمام والدنيا ما فيش اي مشكلة فيها. يلا بينا القانون شغلس عليك انت اكيد حافظته كاتبه قدامك. يعني انت فاضل لك خطوة مين بقى? التعويضات. يلا بينا? يلا بينا. راه بتساوي. آآ نون دور عليه عشرة. طب مجسين صاد. مجسين صاد. تقريبا هي دي. كتبها بعلامة السجمة بتاعتها. تلاتة سبعة اربعة. تلتمية اربعة وسبعين. نايس مجسين ستين. مجساد سبعين. على جزرين الجزر الاول نون عشرة. مجسين تربيع دور على مجسين تربيع ربعمية وستة. نايس مجسين كل تربيع هو مجسين عندنا بستين. ستين تربيع. جزرتين نون ستة. والعشرة عشرة. ستة دي ما سألتين تربيع اللي حلناها. يلا مجسات تربيع دور عليها. خمسمية ستة وتلاتين. خمسة تلاتة ستة. اشتغل بالراحة بس في الاول. نايس مجسات كل تربيع. مجسات سبعين. ما تكتب سبعين وتربيع. يلا بينا وقف الحلقة. جرب بالقالة. شوف الناتج بتاعك هيطلع صح ولا لأ? للتأكيد. يلا بينا. اه دي كسر. هنكتب في البسط ايه? عشرة فيه. تلاتة سبع اربعة. كاتبه صح? اه ناقص. ها? ستين في سبعين. ستين في سبعين. خلصت البسط انزل مقام. اكتب جزر. ها? عشرة فيه. اربعة زيرو ستة. ناقص. ستين تربيع. ادي ستين ودي تربيع. اطلع بره. اعمل جزر. ها? نون بعشرة. فيه? خمسة تلاتة ستة. خمسة تلاتة ست. ناقص سبعين تربيع. سبعين. ها? تربيع. اه. خلصت اه. التأكيد ساوي كده. شوف ايه اللي هيطلع. ايه ده? طلع سالب واحد بالزبط. مفيش ارقام عشرية خالص. خيط. نمعها? اسمحوا لي بيكتب راه بتساوي سالب واحد. ونتأكد برضو ان حلنا صحيح. راه بتساوي كام? سالب واحد. طب هو السالب ده معناه عكسي. الواحد ده معنى ايه? طاصت? ضعيف? لا طبعا. مستر انت قلت لو سفر ارتباط منعدم. واحد تردي تام سالب واحد عكسي تام. يبقى انت كده خلاص? جبت الراه بسالب واحد وبتقول ان القيمة نفسها ها عكسي تام. دي صعبة? لا الحمد لله تعتبر سهلا. بيقول لي ازا كان مجسين خمسين مجسات اربعين نون بعشرة. يعني كل حاجة تمام. طبعا دي كده لك انت تتدرب بيها. حافظ قانون اكتب عوض طلع رقم. يعني انت كده مش محتاج والموضوع سهل. يلا بينا مع بعض نكتب قانون. يلا نبدأ نعوض راه بتساوي نون. نون عندنا بكاما شباب? عشر. يبقى عشرة في مجسين صاد. مجسين صاد بامتين وتلتاشر. نايس مجسين خمسين. مجسات اربعين. كل دي معلومات مكتوبة قدامك ايه. ادي مجسات. السجمة دي اختصال لكلمة مجموعة. يلا. على جزرين. جزر اول جزر تاني. نون عشرة. مجسين تربيع. يا رب تكون موجودة. ايوة موجودة ايه? متين تمانية وتساين. ما ينفعش ما تبقاش موجودة. نايس مجسين لكل تربيع. خمسين. وتحط التربيع في ايها. يلا نون عشرة. مجسات تربيع ايه الكام مية ستة وسبعين. ما اسمك جساد عندي باربعين بكل تربيع. قالتك وبهدوء وابدأ اتعامل ويلا. كسر. عشرة. في اتنين واحد تلاتة. متين وتلتاشر. نقص. خمسين في اربعين. خمسين في اربعين. خلصت اوه انزل تحت اعمل جز عشرة. في مجسين تربيع اتنين تسعة تمانية اتنين تسعة تمانية نقص. خمسين تربيع اه دي خمسين تربيع. طبعا فيكو طلبة ما شاء الله عارفة خمسين تربيع الفين وخمسمية وارمعين تربيع الف ستمية برحطة. بس ما تضيعش المسألة من ايدك. يلا طلعت بره اه اعمل جزر تاني. نون بكام? عشرة. في واحد سبعة ستة. مية ستة وسبعين. اتاك نقص. اربعين. ها تربيع. خلصت اه التك يساوي. منطلع كام? علامة اربعة ستة جنبها تسعة. دعا نكتبها. راح بتساوي. علامة اربعة ستة صح كده? جنبها تسعة. يعني انت ممكن تقول بالتقريب ان دي كام? سبعة واربعين من مية. هو قال لي عايز النوع? اه موجة بقول له طردي. طب عايز الدرجة اه. سبعة واربعين دي اكبر من اربعين? ها اقل من ستين. يعني طردي ايه دي? متوسط. صح شباب? ايوة. من سفل لاربعين ضعيف? من اربعين لستين. اي رقم بين اربعين وستين? سبعة واربعين اهي? بس في علامة يبقى طردي متوسط. سبعة اكد ان الحل صح? رقم بتساوي سبعة واربعين. يعني الدنيا طبيعية وما فيش ادنى مشكلة. يلا نشوف مسال عشرة. بيقول لي في دراسة اجريت على عشر اسر. المسألة دي حلوة اول سبب. في طالب هيخش الامتحان? يطلع بعيد. ما جاب لناش نون. مستر شريف قعد يقول هيجاب لك نون. اعطانا كل حاجة الا نون. ايه رصاتي الاولين? في دراسة اجريت على عشر اسر. الرقم ده معناه نون تساوي عشر. اجريت دراسة على عشرين اسر. نون بعشرين. تمان اسر. نون بتمان. خلي بالك. ساعات بيبدينا نون مكتوبة. مش. في دراسة اجريت على عشر اسر نون بعشرة بين دخل الاسرة وقيمة الاستهلاك. خلاص? حصلنا على البيانات التالية. ايه ده? ايه سين شرطة دي? ايه صد شرطة دي? وعطيني مجسين صد? يعني مجسين مش موجودة. مجهولة. وعطيني مجسين تربيع ومجسات تربيع. قال حيسوسين شرطة وساط شرطة هما المتوسطان لقيم سين وساط. عايز ايه? معامل ارتباط خطي اللي هو بتاع برسل. فاكر اول الحلقة هنا بقول ملاحظات. فاكر الحتة اللي انت ما فهمتهاش بجد. اهي. الراجل ده عاطيني مين? سين شرطة. وما عطانيش مجسين. عاطيني سات شرطة. وما عطانيش مجسات. مجسات كمان مجهولة. طب وبعدنا مستر. ارجع كده الاول الحلقة. وارجع لي بالقناة اللي احنا كتبناه. ها? قلنا ايه? سين شرطة تساوي. مجسين على نون. صاد شرطة تساوي. مجسات على نون. هاستفادئ بدول اجيب منهم مجسين ومجسات. سين شرطة مجسين على نون. مش. صاد شرطة مجسات على نون. يعني انا دلوقتي حالا اجي اكتب مكان سين شرطة قيمتها. اعطاني بتمانية. جماعة هي التمانية دي يعتبر مقامها ايه? واحد. طب مجسين ها مجهولة. طب نون قلنا عشرة. يبقى دي مجسين ها على نون. نون ايه بعشرة. يبقى انا كده اصبح عندي من ضمن المعلومات ان مجسين تساوي تمانية في عشرة تمانين. حلوة او. بنفس الطريقة. صاد شرطة. قايلين بكم صاد شرطة احنا? صاد شرطة والله مستر بستة. خلاص يبقى الستة دي مقامها واحد. مجسات مجهولة. ادراسة اجريت لعشر اسر. طرفين فاصتين. يبقى مجسات بتساوي ستة في عشرة. ستين. طلعت بكامة جامعة? مجسات بستين. كده ما فضل ليش حاجة انا معي نون. معي مجسين. معي مجسات. فضل لي كتابة القانون اللي انت المفروض حافزوه. يلا بينا? يلا. راه بتساوي ايه? تعالى بقى نمسح الحتة دي كده. احنا جبنا منها ايه? جبنا منها مجسين تلعت بتمانين. مش محتاجين دي في حاجة. يلا بينا. نبدأ نعوض عن الراه. راه بتساوي. نون. قلنا نون بكامة جامعة عشر اصر. مجسين صاد. مجسين صاد موجودة في المعطيات متين وتمانين. ناقص مجسين. مجسين انا اللي جبتها تمانين. مجسات ستين. على جزرين. نون عشرة. مجسين تربيع لازم يدهاني تمنمية. نايس مجسين كل تربيع. مجسين احنا جبناها بكام? تمانين تربيع. الجزر التاني نون عشرة. مجسات تربيع موجودة. دور عليها سبعمائة وخمسين. نايس مجسات كل تربيع. عندي مجسات. انا جبتها بستين. يبقى ستين تربيع. فضلك تستخدم الالة الحزبة. وعندي احساس ان انت خلاص بقيت كويس في الموضوع ده. ادي كسر. وعندي نون بعشرة. عشرة فيه. مجسين صاد متين وتمانين. اتنين تمانية زيرو. ناقص. ها مجسين تمانين في ستين. تمانية زيرو ستة زيرو. خلصت اه انزلتها. جزر اول. نون عشرة. في مجسين تربيع. اعطوا هاني تمنمية. ناقص مجسين تقريبا بتمانين ارباح. التمانين تتربع. اهو. ناقص تمانين. وعمل علامة التربيع. يطلع بر جزر تاني. نون بعشرة. في مجسات تربيع. سبعة. خمسة زيرو. سبعمائة وخمسين. ناقص. مجس صادق. كل تربيع. ستين تربيع. اه دي ستين. ودي علامة التربيع. ونقول بيساق. طلع الكامب. طلع سالب. تمانية من عشرة. جنب التمانية في سفرين. ما فيش ادنى مشكلة. يعني يا جماعة عندي راحت تلعت بكامب. راحت تلعت بسالب تمانية من عشرة. اتكلم عن النوع عكسي. اتكلم عن الدرجة. فاك لما قلنا تمانية من عشرة هي تمانين من مية. يبقى عكسي قوي. خلى بلك من حتة دي. نتأكد من الاجابة. راحت تلعت بكام سالب تمانية من عشر. يعني الامور طبيعية. اعتقد لغاية اللحزة اللي احنا فيها دي. انت مبسوط? الموضوع سهل. دي مسألة حلوة. لو اللي انت حنجى في افكار كويسة. وعرفت كل حاجة. الدور على ايه بقى? الدور على. ازا نعرفك تحل المسألة كاملة بالقالة. واحدة واحدة وبهدوء. عايزك تجيب بقى انت اكيد معك وراء وقلم واكيد حليت وتمام. بص. القالة بتاعتك هنخليك تجيب بيها كل المجميع للتأكد من الحل لو سأل مقالة. وتجيب بيها راه كمان من قبل المسألة ما تدى. الكلام ده هينفع? هينفع وهدربك حالا. وطبعا هنعمل حلقة التدريبات على المنصة نحل فيها كتير قوي بالقالة. يعني كل مسألة تظهر هنحلها بالقالة قدامك وانت هتبقى فاهم كل حاجة بتيجي ازاي? تعال بقى بالراحة وبهدوء. اقصة. تعال. قوانا انت عندك هيبقى في جدول سين وصاد صاح? اه. هتيجي على القلق بتاعتك. اول حاجة هتختار زرار ايه بقى? زرار الموت. عارف مكانه? اه. اللي هو جاب بالان دا. هتقنتك ويبقى اول حاجة انتتكى على زرار ايه? الموت. بمجرد حضرتك ما بتتتكى على زرار الموت بتظهر عندك قيمة. اللي انتتكى بتظهر قيمة القيمة دي اللي موجودة عندك. انا محتاج في القيمة دي نزامه. اسمه ولا الآن ده بقى اسمه بتتكي عليه اللي هو جنبه رقم تلاتة. يلا بينا? يلا بينا. في بعض الالات القديمة شوية. دي مكتوب جنبها رقم اتنين. بتبقى فوق كده مكتوب هنا اتنين. انت بقى هتعمل ايه? هتكتب خطواتك لنفسها. ها? موت. استات. استات عندك رقم تلاتة يبقى انت هتتكي على تلاتة. استات رقم اتنين اتكي اتنين. خلاص حسب نوع الالت تاعتك. المهم ان انت بتدور على نظام استات. استاتكي عليه. بتظهر لك قيمة تانية. القيمة التانية دي مليئة انزمة. مالكش دعوة في اي الى بعد ما تتكي على نظام استات بتختار رقم اتنين. بمجرد ما حضرتك بتختار رقم اتنين بتظهر لك القيمة دي. مستبقى نتفق مع بعض اتفاق يلا بينا. عندنا في الالة اسمها اكس. فهو بيقول لك اهو دخل الاكس. السينات. طيب هنتفق اتفاق صاد عندنا في الالة اسمها هو. يبقى السين اكس وصاد ابدأ بقى دخل بينات. ازاي? بص يا سيد. انت لو عندك جدول سريع كده صغير خالص اهو. تلت خانات اربع خانات خمس خانات مش دي قضية ادي خمسة ستة سبعة مسلا اربعة عشرة اتنين. بص بقى. انت وصلت لخطوة دي. وصلت لها ازاي? يلا بقى سجل معي. اول حاجة تتكى على موت. اعمل الكلام ده كله في صورة شفرات معاك. يلا موت. ها? الاستاد بتاعتك. تلاتة او اتنين حسب قلتك ها? بعد كده كنا نختار كام? اتنين. يبقى انا عندي هسبت موت تلاتة اتنين. موت تلاتة اتنين. تمام? ادخل بيانات. يبقى انت هتقول موت تلاتة اتنين وادي ادخل البيانات. ارقام السينات اللي موجودة عندك. ها? خمسة. يبقى انت سبع سبع يساوي. هتبص تلاقي. البداية السودة دي نازلة معاك نازلة معاك نازلة معاك. خلصت اوه. عايز اكتب صاد. خش بزرار سهم الالة يمين. هتلاقي العلامة السودة دي ظهرت هنا. بس انا عايز اكتب ارقام السودة. في مكانها المزبوط. يعني عايز اطلع دي الاول واحدة. بس بتتكى على السهم اللي التحت. بتطلع العلامة السودة دي فوق. يبقى انت كنت دخل بيانات السودة يلا. اربعة يساوي. بيانات السودة ها. اربعة يساوي ها. عشرة يساوي. اتنين يساوي. بمجرد ما تدخل بيانات سين وبيانات السود. ما تقلقش. اتكى على الزرار اللي هو ده. لو بيجيب لك السفر. ما تخافش مش هتضيع حاجة. كده بياناتك اتسجلت. عندك احساس ان خدت وقت. لا بالعكس. ده بص ده سواني بص. موت تلاتة اتنين. دخل بيانات. رقم يساوي رقم يساوي رقم يساوي. انت هتلا نفسك بتحل المساوي بقى كده في تلاتين سنة. يلا. ساهمي مين? دخل صدات. حضرتك كده. عملت ادخال للبيانات. عايز بقى تطلع الخيل كله. المجميع. عايز تطلع راه. بص اي اللي هيحصل. خلصت ادخلت البيانات اتكيت على زرار. ظهر عندك السفر اهو. الدور بقى على مين دلوقتي? على زرار الشفت. ما لكش دعو بالموت. خلاص بقى. الموت ده خلص. بنتك على زرار مين? شفت. مين بقى الزرار السحري اللي هيجيب لك كل حاجة? شفت واحد. حتى انت هتلاقي زرار واحد عندك مكتوفه ايه? خلاص? اللي موجود عندك دي النزام اللي احنا اشتغلنا عليه. يلا شفت واحد. خلاص? اول ما اتكت شفت واحد ظهرت القيمة دي. انا عندي عايز مجميع او عايز قيمة راه هجيب لك دي وهجيب لك دي. خلاص? بقى السبب. شفت واحد. هنتك على تلاتة او خمسة. اعمل حسابك شفت واحد. تلاتة تجيب لك مجامع. طب شفت واحد لو اتكيت على خمسة تجيب لك الراه المعامل على طول. الناتج الاخير اللي انت عايزه. يبقى تلاتة مجميع وخمسة معامل. خلاص? تعالى افترض ان احنا عايزين لما جميع. اول ما اتك على شفت واحد تلاتة. جابت للمجميع. بص بقى يبقى انت عندك شفرة بتقول ايه? بعد ما ادخلت البيانات ها? شفت واحد تلاتة. ايه ويهن ليحصل بقى بعد كده مستار? والله حبيب بص الخير كله قدامك اون. حبيبي انت زرار رقم واحد ده جانبه كلمة مج. ما انت عندك بقى بص السجما معمولة كده بقى? خلاص? يبقى مجموعة سين تربية. عايز مجموعة سين تربية اتك على واحد. طب عايز مجموع سين بس اتنين اهي مجموع سين. يا رب يكون شايفها كويس. طب عايز مجموع صات تربية اتك على تلاتة. مجموع صات بس اربعة. مستار في حاجات زيادة مش هنحتاجها. ملكش لقى بل هتتك على مسلا انت عايز مجموعة سين تربية واحد يساوب تلاتة. وبعد كده شفت واحد تزلك القيمة التانية وهكزا. متخافش هدربك عليها دلوقتي. وحلقة حل مسائل وتدريبات اللي هتبقى موجودة على المنصة فيها مسائل كتير جدا وكلها هدربك عليها بالآلة. وانت هتبقى موجود معي وبتحل قبل مني. طيب خلاص جبت المجميع اه ماشي. لو انا عايز بقى يجيب راح على طول معامل الارتباط. يلا بينا. شفت واحد. ظهرت القيمة. الراحة عندي خمسة. اول ما اتكه على خمسة تزهر معي الشاشة دي. اختار تلاتة. حتى تلاتة موجودة عليها راحة. يبقى انا عندي يا جماعة شفرة مهمة جدا. شفت. واحد. خمسة. اخترت تلاتة. في طلبة بيحفظها كده شفت? مية تلاتة وخمسين. بس كام? واحد خمسة تلاتة. بص. شفت. واحد. خمسة تلاتة. حفظتها. هيطلق لك قيمة الراحة. يعني المسألة بتاعتك اللي انت حلتها في خطوات كدير اه وقعدت تجيب ما جميع هو الناتج الاخير هيطلع لك مباشرة طن. راحة بكام? حسب المسألة. يبقى انت دلوقتي لو سجلت معي الشوفارات دي كلها هتعرف تحل اي مسألة. اخرهم ان انت تجيب راحة. اجيب راح ازاي? شفت واحد خمسة تلاتة. شفت واحد خمسة تلاتة. هوريك مسألة? تحل بيها وبسهولة. يلا بينا. بيقول لك من بيانات الجدول الاتي. المنزر اللي قدامك ده. ماشي? احسب معامل ارتباط خطي لبرسهم بنسين وايه? بنسين وصاد. ماشي? واحدد النوع بتاعه. تمام. بص يا عمي بالراحة بقى وبهدو. انا قلت ايه? بص اللي احنا قلنا كده بالراحة وبهدو. ماشي? يلا. انا قلنا اول حاجة هنتكي على زرار الموت. لو انت مسجل عندك ها? يلا. اول حاجة هنتكي على زرار ليه? الموت. زهرة قايمة. هنختار عندي زهرة تلاتة. يبقى انا اختار تلاتة. زهرة قايمة. كل الالات تختار اتنين. اتكيت اتنين. عمل لي جدول. سين وصاد. ابدأ ادخل بياناتي. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. كل رقم من دول بعد يساوي. يلا. يبقى انا هقول اربعة يساوي. خمسة يساوي. ستة يساوي. سبعة يساوي. تمانية يساوي. تسعة يساوي. عشر يساوي. دخلت بياناتك? اه دخلت بياناتك. ماشي. هتعمل ايه? ادخل بالسهم يمين? عشان عايزك تبساط. عملت اهو. بتاع السودة تحت. انا عايز ابدأ صاد من فوق. السهم اللي التحت ده يطلع لك من فوق. يبقى انت كده بص قصاد اللي اربعة هي. اتناشر. يلا. اتناشر يساوي. ها? سبعة يساوي. ها? اتناشر يساوي. تلاتة يساوي. اربعتاشر يساوي. خمستاشر يساوي. فاضل حاجة? اه واحد وعشرين. يساوي. مع اخر يساوي انت كتبتها? انت عملت ادخال البيانات. مسجل عندك بعد جده نعمل ايه? نتكه على زرار اي سي. تمام? حد فاكر لو انا عايز راه مباشرة اعمل ايه? اه مستن. حضرتك كنت بتقول شفت واحد. يبقى انا هتكي شفت واحد. يلا. ادي شفت واحد. بتزهر قيمة. حضرتك لو عايز راه بتتكي على خمسة. خلاص? ادي خمسة. راه مكتوبة عند زرار تلاتة. تلاتة. لو انت تتذكر. قلنا ايه? شفت واحد خمسة تلاتة. شفت واحد خمسة تلاتة. شفرة. زهر لك راه. ومستنيك تقول يلا. راه بكام? اتكي يساوي. طلعت علامة. بص يا جماعة اللي لا طلعت. علامة ستة زيرو واحد. ده مين ده جماعة? راه. يعني ده لوصل الاختيارات. انا ولا هكتب قانون ولا هعوض ولا اجيب مجلسين تربيع ولا صد تربيع. انا رح تجيبت راه على طول ده لوصل الاختيارات. تمام? تمام. طب لو انت عايز المجميع بص يا سيدي. لو انت بتتذكر يعني ان احنا عايزين المجميع. كنا بقول ايه? شفت واحد. تلاتة. بص الخير كله. ظهرت قيمة موجودة عندك جميلة. لو عايز مجسين تربيع لو عايز مجسين لو 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 لو. عايز تأكد من الحل? تعال بص. هو الطبيعي بالنسبة لك. بص طبيعي بالنسبة لك بتعمل ايه? جدوى. وتكتب السنات. وتكتب الصدات. وتكتب سين فصاد وسين تربيع. انا مش عمل كل ده. انا خلاص لقد طلعتني كل حاجة. هجيب بقى المجميع. مجموع سين. مجموع صاد. مجموع سين صاد. مجموع سين تربيع. مجموع صاد تربيع. عايز بان اجيب ممسلا مجموع سين. هبص في القايمة اللي موجودة عني. مجموع سين موجودة عند رقم اتنين. يبقى انا هتكت اتنين. حتى كدبت لايه? مجموع سين. واتك يساوي. مطلعة تسعة واربعين. تسعة واربعين. مشي. شفت واحد. تلاتة. بص شفت واحد تلاتة. دي شوف رتك. شفت واحد تلاتة عشان تجيب ما جميعا. طب انت عايز مجموع مين? صاد. طب مسل ما خالص طب انا جبت راه. لو سؤال مكالي. انت هتعمل الجدول وتدرب اربعة في اتناشر وخمسة في سبعة. يبقى الالة تأكد من الحل. يلا. عايز تجيب مجلسات اه. طب انا عندي مجلسات دي فين? والله يا مستر. مجلسات عند زرار اربعة. خلاص اتكي على اربعة. حتى هو بيقول لك اهو مجلسات. تسعة واربعين دي بتاعة النتج التاني. لازم اتكي يساوي. كاتب لي كام? كاتب لي اربعة وتمانين. عايز مجلسين تربيع? يلا شافت واحد. بص بقى تلاتة. شافت واحد تلاتة. سبت. ها عايز مجلسين صاد. دور عليها. سين صاد. يعني مكتوب جنبها خمسة. يبقى هتكي عزل خمسة. الاربعة وتمانين دي القديمة. التكي يساوي. طلع ستة تلاتة تلاتة. على سمستر. فهمنا? وعلى فكرة كتابة القانون. وراه بستمية وواحد. انت بتكتب القانون? اتعود جواه. راه علامة ستة زيرو واحد. اه دي علامة ستة زيرو واحد. اللي احنا كنا مطلعينه بالآلة مباشرة لو انت تتذكر شافت واحد. اه? خمسة تلاتة راه. كان طالع لنا بكام? ها? علامة ستة زيرو واحد تلاتة. تمام? تمام. دي طريقة الالة اللي ممكن تحل بها. لو سؤال مقالي تتأكد من المجميع. لو سؤال اختيارات يبقى انت جبته على طول. اعطاكي طريقة الالة كويسة معاك. مش وحشة تساعدك على الحل. ده القانون وقلنا ان احنا سبتمية واحد ما استخدمناهوش اصلا. لان احنا قلنا الناتج على طول بالآلة. وحتى ما ضربناه سين فصاد او جبنا سين تربيع او اي حاجة. وبطريقة الالة دي. نقول يا رب تكون استفدت كتير. يا رب تكون فهمت? يا رب تكون عرفت ان الاحصاء سهلة. بس محتاجة منك شغل ومجموع. نشوفكم على خير في حلقات كتير قادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.